السي مراد من وزان السلام عليكم أهلا وسعلا السي شكرك السي مراد بزافلات البرنامج والسامة سعيدة الله يبرك فيك سيدي وشارك كبير مني يعني القيناة الخط كيف نبقى القصة بنا وسمح يراني نتوتر شوية لحقتاش ما كنت متعدر أمني عن أجليني لوقيتها لعبار عنها شكرا بزاف مرحبا بك السي مراد ويبارك فيك وانا السي مستفى عندي واحد المشكيل ويتنشاركم على الإخوان المستمعين قدرا يفيدوني ب اللي كان اتنشوف الاراء ديالهم اراء ديالك مرحبا السي مراد مهم عندي واحد المشكيل لحساب السواج مع موالين الطار منها كيف مشكلة لحساب الجواج مع موالين الطار بغيت نزوج بحد البنت وكل شيء معارض علي خوتي والدي مهم والده شك يقولوليك اني ما بغاوش ديك البنت شحل انت بعدها في عمركات سيمورة في عمره يتلاتين عاما سيمسة وعد البنت اخوية شحل عمره 24 انت اقترحتي على داركم بجتجوج بها مهم يلا بككسة طويلة شوية من نحاول نختصرها وانت افتح دبعيتين باش تفتح تلبك الخيوة تبوح لنا باش نعرفوا منك كل شيء تعرف تاليا في سنة 2011 هدرنا تقريبا في عام 2012 هنا كان هدره على الزواج هي هاد البنت من الكنس معليش مشي مهم مهم اه 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 ذاك اللحظة ما ملقيت منقوض هي دا بتتحول تحطى امام الظروف اللي بغي يمك او لا اللي خص انت ما لا لا يعني كان ذاك الظروف منا ولكن بعد الظروف مكيناش وعلى كل حالة مك كانت واقعي مع عاد البنت قتلى شوفها بنت الناس انا راه بنتي راه هاد الولدة عيش هي في البادية وانتي ساكنة في المدينة راه كين فوارق كبيرة بينك وبين وماما قلتش عباد الولدة ديالك اهي أمام الضروف منا ولكن انا اصلا يعني فلاني وصلة يعني الى البلاثة اللي كانش فيها موصلة وهم اصلا فايتهم مجاول هاد البلاثة وكيعطوها ايا ايا الكم الذين يأتيون عندهم يعني وما اللي دابوا هاد المشكل هادو قد يتخلوها يعني يقولوا بان تلك الناس مصالحينش ومهم ملكتما مع بعض الناس يدخلو بشي بالطريقة وشكل لا يبدو شيء اللي بارد في راسا قلت هذا والدي بأنه مازال صغير وهدي راح يبقح مشكل وهدي مهمة يعني بنت لهم بأن يارا ما بغيش ديك البنت قلت لهم في التالي قلت لهم مباشرة قلت لهم أنا هالكين هالكين أنا والدي مويتوش يتناسب معكم لاحقتاش عاودون عليكم بأنكم مشهم ناس مذيانين وهدي ايه قلت لهم في وجههم ايه قلت لهم اه أكاد قلت لهم يوما كيف أنك ؟ ايه قلت لهم في وجههم أكاد قالت لهم وكيف شاك؟ لا ايه الولد لي موصيف صوفة ذي قلت لولدي البنت ايه؟ قلت له إحنا ما إن كنش نتناسبه ثم يعني نسف شكل هنيه نس محافظاً شوية أيه وقعي عاودونا عليكم شي نستمى وأنه وبي ما بغيتو شي تناسب معكم بغيت تناسب مع شي عائلة حسن أيه وعني حطيت واحد الموقف محري شوية وخاكك قيت كانت طرأنا والبنت و وأيام عطيت لقيت لي راني راني تخطبت شنو وش مازال بغيني أم لا اه انا قلت له انا نحاول نقنع الوالدة بدل الرأي دياله ذك شي و ونشوف عنا رجعه بشعل الله رجعه انا وخوتي وكل شي ونصلحه امار هدا هدا وعد انت وعدتها زي ما مش تسنك باشتاتك فرصة زي ما اه اوي انا بقيت كان نحاول معا مع الوالدة مع اخوتي والو رفضه ورفض قاطع اه ايه واحد المهرجي اخطب واحد واحد ترغيه من ثم ما قدامهم نيت ايه اعطت لي نشان قتل يشوف انا السيد راح في الدار اه وده با عطيني رأيك النهائي وش عدديني او لا انا ده برام كيس لنا وجوابي انا بذلك اللحظة كنت في حاله الغضب الغضب شوف كيف تفاك منه والديها ما بغاوش وشنو الواقع وشنو الواقع وشنو الواقع دب مرض اللي كتايش وشنو الواقع دب اللي كينوش هي تسيدت جوجات تسيدت جوجات وطلقت هذا هو المشكلة السنسطف يعني واخد زوجات ما مقطعش اتصال بينتنا اه انا اسف والدت دارت وليب وبقى بينتنا اتصال ايه انا قبل ما دار لك تهدرت مع ذلك الرجل قلت له يعني لك ممكن شنو وهي طلبت مني وقدرت معي قلت له بأنه رأى ذلك البنت رأى بينتنا في قصة حب شي اعميين هذه ورأى انا اللي عند زوج قريب وذلك شي هو مني نزا يعني بحالي قايش اتمايز كان رأى في ذلك الموضوع حتى هو يعني ما بغاش يتفارق عليها زوجه مني تزوجه طعلم مشاكل مش يعني يعني بقد دي ما هي كده بزماه كده قل لكم انت داخل حياته وما بودش تخرج منها يعني انا مشي داخل انا مني تزوجة صافي هي اللي بقد كتتصل بيايا اصلا يعني مني تزوجة رجل عارفة ماذا ذلك الهبار معي ومنع عليها يعني التليفون بسفنها ايو قد عايت لك طرق اللي كتتح ليها هي كم ده بس مرادة والمختصر المفيد شنا هو يعني ما ايو دارت انا غالط صراحة قيت كان نضار معا حتى انا ايو وقلت لي وقلت لي بان اراعا اطلاق يعني قلت لي انا ما اطلاق حاول الصبر يعني قلت لي ما اقدرش نصبر وما نكتبش عليك يعني مكنكم صراحة يعني عاونت انا اللي يعني قلت له من بعد ما ما زال كان مفيد حرتي على اطلاق ايو قلت لي يعني اقدر لا اطلاق في اكتر نكون مبسوش هادش في قضية ديما ده بنتها يا من كلام كله فيها القضية غار يقدر نهار كانت نهار كانت غادي تخطب قلت لي او ايقدر باللاتي ده بان بدل حال والدية نهار وهي مجوجة قلت لي ايقدر غادي ده بل قضية ديما عندك يقدر يعني ماذاك شي مكتعطي هاتشي عادي وي فعلا يعني يعني لقيت معارضة انا ينزل فيها بنت عاد يعني البنت انطلقها عادي واخليك معايا لحظة مرحبا لحظة صغيرة واحنا راجعين الى هاتير اداعات اما فهم في سامير الليل مصطفى الهردة وعادي المحمد في الاخرش واخا مراد عرفنا باللي انت بالاضافة لها المهم على كل حال بقيته في تواصل هي جاءت الاطلاق ده با الواقع هو ده اللي كان عارفه عندها بنتي اي قلت لي ولا ولد واخا يعني من وقع لهم بتمساتي معارضة دياله يعني جاءت الاطلاق واخا من بعد نبغى شوى يطلق معها توزد سوح المدة ديالعام ونص وهي فتر منطلقاء ما هي مزوجة يعني بكل عام ونص تلقينا كنا كنا نظروا عادي كأن ما شيء لم يكن دابا مؤخرا يعني خرج لي هذا الطلاق في رمضان نعم وماذا كنا نحضر معها وتلقينا بساف ووعدتها قبل ما هاتشي سمس باسا يعني اني كنت في دارهم يعني جاء شي واحد قل الموالد بان نرى موراد ماذا كي يهدر مع ذاك البنت جاءت الوالدة وقت لي شوف والدي انا درث ماك غالب وما بغيتكش بدي ذاك البنت في اللوال وحش متك مع الناس وذاك الشي دابا الى كان طلقت انا قابل عليها واختكم بولد وذاك الشي انا قابل عليها غي تزوج اسمحلي على اللي فاز ومن بعد؟ لا ماشي مشكي اللي لا كتابت اللي مكتبة رائلاتكم الوالدة وذاك الشي مكين بس انا مني قلت لي الوالدة ذاك يعني بحالي فتحت لي المجال مع ذاك البنت ونزيد نتواصل معها ونزيد نكمل معها الطريق اه مني من يعني صلت الواقع يعني تقبت نديها على ثاني نلقيت معارضة شديدة يعني لمن الاخوان لمن الوالدة ويكاسي يكاسي موراد حتبط الله انك تلاتين عام ليش غازي ما تحتاج لشي حد باش هو يجوجك وتزوج فيه باش يجوجك لا يعني انا مش محتاج للاخوة يعني انا نصني الوالدة يعني مرضيها ما بغاش ندير شي حاذ يعني وهي ما بغاش هي باغية لا هي بان فراسة ذلك اللحظة اللي افتار يعني فراسة بانها رها مطلقة وليك تفكر ترضي موكي فوق شما بغيتي كيفاش وليك تفكر ترضي موكي فوق شما بغيتي لا لا هي في خبرة بانها البنت مطلقة لا 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 استمرني اخو لا 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 ا RIH لا لا استمرني اخوة اه اوه يعني بغير ارضي مي مابغيش نبقى و نفس الشيء عرداني انا كن حس بالدمب و بالمصرمات ذلك النبني اه لا ما اتقل باليش البنت يعني انا اصباد اصباد فتلاق دياله يعني واعدت در نانويها يعني يمكن اي حاجة خرجها للقانون وعلى انتدى بس مراد كتفكر ترضي مكافقة شما بغيتي زي ما كنت سيدة مجوجة وبحياتها الزوجية كتربت بها الاتصال وما كتقول لمكتها حاجة حيث إلا كانت فعلا ممكة تبغي لك الخير ما هذه شي تنسحك باش تبقى مع واحد المرأة أصلا هي مجوجة تبقى معها في اتصال لا هي مفرصة بأنها مفرصة بأنها مطلقة حيث انتكت بويت ترضي مكافقة شما بغيتي مني جت المسئولية بقى بني جت عندك الفرصة باش تحمل مسئوليتك وتتجوج كتشوفها من جهة الخرى اللامي عارتها تعارضني ودكش يعني هي مشقة لي انا باقي وانا يعني انتربت يعني دابا كتقول لي اولدي انا خوتك ما باقي وشنا هو دابا السؤال ديالك للمستمعين سي مورد يعني بغيت نصحوني اشنا هو الحل وش من تخلىش على هاد البنت ولا تخلى عليها باش نرضي والي بديها لي اخوتي رغمها وش انت السي مورد يعني يعيش بوحدي عندي داري ايه مزيان و انا يعني من الافضل فضل يعني ما نخسرهم ش بغيت اني تفهموا الموضوع بطريقة سهلة ويعرفوني بانني كم بغيتة البنت ومستحل نعيش بلا بيها بلا ما نخسرهم او ما نخسر شي واحد اخي سي مورد اخوي انا دا بسمعتك و القدر دي الاحتمال دي الاستماع لك هو هيدا شكرا بل الله يبرك فيك بارك الله فيك مرحبا الله يودتي مرحبا السي مورد مرحبا بك السي مورد مرحبا بارك الله فيك طريقة يعني احنا حاليا استعبنا والكيفية دي الا الكلام ديالك طبعا استعبنا فيه البوحدي ديالك معي مستمعين الافاضل اه غالبا ما بزاف ديال العلاقات الاسف اه اللي كتوضعنا في الصورة ديال ديال يعني ما كان تحملوش فيها مسئوليتنا الا فوقش ما كان بغيوه حيات حل الاسف احنا مجتمع ديال مشتعل ضربطني حجرا و هدا واقع الاسف اجتماعي كان عيشوه مجتمع ديال مشاعلية تران حياتي لاجينا نشوف وده بس مورد امي ما بغت ليش اخوتي ما بغوش لي اه كل شي هما يعني الاخرين هما اللي ديري الله ولا اني فلو قتل اللي هو الحاجة القبيحة هي اللي بغي هو كان هدر معها وانا وهي وهي مجوجة هي عامونتس وهي هاجرا بيت الزوجية وانا كان تواصل معها ودرنا شي حوي يعني هادوك الحواج اللي يعني كي حاولي يهوي ازا ما يردهم مشروعين ازا ما عندهم واحد الكيفية ازا ما اللي عندهم صلاحية كي بغير يردهم وكي الحواج اللي ما اللي كتطلب واحد القدرة واحد تأهيلوا للقوام مدرجة اللي خص يحتاج فيها للاخرين هادي لأسف صورة تبخص بعدها تال حياة الزوجية وتوبع يعني هادي صورة لأسف كتبخصتها الزواج الزواج ما عنده تشقي معتبارية مستمعين الافاضيل الزواج كي يقولي خاوي اجوف ما عنده تشي معنا لانه مستمعين الافاضيل را ما انسوش باللي وحالة كتيرة نتكلم من واقعاء عشناها في البرنامج را ما اني كانت تكون واحد المرأة ووحد شاب وشابة مثلا كانوا اعتزموا على تواصلكي